بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم وما تنسوش تدعموا بانورامة زراعية بشير ولايك والنهاردة بإذن الله تعالى الليلة بإذن الله تعالى بنوصل للميت ألف متابع فشكرا لكل واحد ساند بانورامة زراعية والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن معلومة كويسة جدا يريد نركز فيها وناخد بالنا كويس جدا الرشة الأولى احنا رشنا شوية نحاس مش أكتر يعني بالنسبة للفطري النحاسة تقول ليه أقول لك أكسكلور نحاس وخلاص ماشي الرشة التانية دهيا بالرش مبيب بيحتوي على مادتين فاعليتين اسم المبيب أنا مش عايزك خالص تاخد بالك من الاسم المبيب ده كأنه مش موجود خالص يعني أنا عايز حضرتك ودي الثقافة بتاعتنا يا جماعة اللي مفروض نتبعوه في حاجة اسمها المادة الفعالة المادة الفعالة دي هي اللي تخصيني لأن في أي دولة المادة الفعالة أصلا ما بتتغير وما الإيه اللي بتغير اللي بتغير الكوميرش النام أو الاسم التجاري اللي احنا بنشوفه معنا تمام فاحنا عندنا مادتين في المبيد ده هو وأعتقد أن كل مكان فيه المبيد اللي هم حطين فيه مادتين فاعليتين والمادتين دول هم السيموكسا نايل وعندك في مكسا دول المادتين دول بيشتغلوا على أربع أمراض من أخطر الأمراض اللي هي بتصيب البطاطس طبعا فيهم البطاطس الزغوة اللي بتضغيك مناش دعوه بيه ولكن بيشتغلوا على أربع أمراض في الخضر عموما يعني تمام وحتى في الفكهة اللي هم البياض الزغبي والبياض الدقيقي واللفحة المبكرة أو الندوة المبكرة والندوة المتأخرة تمام دول المبيدات دي بتشتغل عليه تمام وبتجيب نتائج فوق الممتازة منها تمام طبعا احنا بنفحص تحت في النبات ده هو تمام بنشوف الحمد لله ما فيش أي حاجة خالص لا مبكرة ولا مؤخرة ولا ندوة مبكرة ولا ندوة متأخرة ولا أي حاجة خالص السخ ما شاء الله حلو جدا 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 الورقة اللي تحت اللي انت شايفها دي ورقة مسنة مش مسنة وبس كانت كان كمان علشان بس تعرف أنا جايب لك دي بالذات ليه شايفيني جماعة الورقتين دول الورقتين دول اللي أنا قلعتهم دول تمام نقول لنا بعرضهم لك هم الورقتين دول كانوا ايه الورقتين دول يا جماعة عشان كده دايما بنقول لما تشخص المرض مش على الفيسبوك ولا تشخص المرض على يعني احنا بنجتهد قدر المستطاع ولكن انا ما باجزمش بالحقيقة لازم اكون عارف تاريخ الارض كويس اللي حصل فيه الكلام دي الورقتين اللي حضرتك شفتهم دول اساسا البطاطس دي وهي بتطلع حضرتك اهو البطاطس دي وهي بتطلع جات لنا موجة سقيع فحرقت الكم ورق اللي كانوا لسه بيطلعوا تمام فلما النبات طلع فكانوا هم الاوراق الاوائل تمام فلما النبات كبر طبعا ضلل عليهم وبمنهم وملهمش اساسا اي 30 لازمة فابتدت ايه يحجب عنهم الضوء وبتدلونهم يبقى اصفر كده تمام مش حابة بقى واحد هينزل يفتي وكلام من ده كله اما لو واحد موجود في الارض وعارف التاريخ اللي حصل فيه المرض هيقول لك والله ده سببه كذا 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 تمام انا عشان قاعد في الارض بتاعتي فاعارف ان دول حصله بنتيجة ايه يعني تمام دي حاجة الحاجة التانية برضو برضو يعني حاجات فيتجيب بعضها شوي هتلاقي نفسك فيه خط عندك هنا ازود او لونه غامق وخط لونه فاتح تمام ايه القصة دي القصة دي كان عندنا نوعين تقاوي الاسبونتا تمام الاسبونتا وكان عندنا صنف اسمه السفران السفران ده بطبيعة الحالة هو اصفر لونه اصفر كده بفكرني صنف كان في شركة اجرفود اسمه ليدي بولفور الصنف ده كان حياته كلها اصفر من اول ما بتزرعه لحد ما انتهي يكش تحط تحت كل شجرة بطاطس تحط تحتها كيسيوريا هو اصفر كده طبيعته فحتى بسأل المدير بتاعي ما قال لي هو طبيعته كده هتعمل لش هو طبيعته كده اصفر على طول فدي طبيعت صنف اما التاني الاسبونتا معروف انه بيبقى ازرق كاتم يعني تمام فالمادتين الفعلتين اللي احنا قلنا عليهم دول اللي هو السموكسانايل والفاموكسادون دول يا جماعة بيشتغلوا انه على البياض الدقيقي وعالبياض الزغبي وبيشتغلوا على اللفحة المبكرة واللفحة المتأخرة او الندوة المبكرة في مصر اللي هي الندوة المتأخرة طبعا احنا عندنا الندوة المبكرة في البطاطس هي نفس الندوة المبكرة في الطماطم ودول بيلزمهم طبعا ان الجو يبقى ملبت بالغيوم والمية تكون الرطوبة تكون موجودة والدنيا دي كلتها فعلشان الرشة الاولى والبطاطس كده بعدها بتطلع بخمستاشر عشرين يوم كده فبنرش الرشة اللي هي شوية النحاس دول ده ايه فايدة النحاس ايه وده ايه ده يا جماعة بيشتغل كوقائي وعلاجي هو اسمه سيبيدول ده توركي على فكرة المركب ده موجود في الكويت ومشهور جدا تمام عندنا احنا في مصر هتلاقي مثلا حاجة زي مبيد عند شورة اسمه المجمى المجمى انا اعتقد ايام ما كنا مندر الزمن كان هي باطن الارض تقريبا حاجة زي كده يعني مش فاكل المهم يعني اسمه مجمى تقريبا او حاجة زي كده فالمادتين الفعالتين هو بدل ما بحطي لك كان حطط لك كل مادة في حاجة وحاطط لك مكافحة البيض والندوة المبكرة في ناحية البيض الزغبة والندوة في ناحية الندوة المتأخرة في ناحية وحضط لك البيض الدقيقي والندوة المبكرة في ناحية فابتدأ من الليلة دي بحالة وحطها لك في ايه يحطها لك في زي ما انت شايفة هي البطاطس يعني لسه ما شاء الله بتطلع هي ما شاء الله يعني الوضع حلم فاهمني طبعا صفران بتبقى حبيتها كبيرة وحبيتها محترمة جدا ولونه بيبقى أبيض جدا يا جماعة مش عارفوا مصر نازل الصنف ده الصنف كويس مش وحش فعندي زي ما بقولك المادتين فعلتين دول بيشتغل على أربع أمراض والأفضل ان هما بيشتغلوا وقائي وبيشتغلوا كمان علاجي يعني وقائي بيشتغل على النبات خارجيا وعلاجي لو فيه اي مشكلة كمان طبعا فيهم خاصية الجهازية ان هما في العصارة بتاعت النبات فالفطر ما بيقدرش يهرب منهم يعني تمان ولكن يا جماعة إذا حصل عندك أمطار فأنا ما بنصحش انك ترش الرشة دي لا ترش الرشة تأكروبات النحاص أفضل ليه أكروبات النحاص أفضل أو حاجة نحاص قوية يعني تمان لأن المعروف ان الفطريات بتعشق الفريووتر أو الماء الحر على الأوراق أو لو عندك شبورة جمدة هي بتعشق الحاجة دي فالنحاص دايما بيشتغل على أنه هو بيوقف نموه الفطر نفسه بصبط نموه الفطر نفسه تمام أنا عندك لسمنطة هيت لونها الرامق والصفران لونها الأصفر الفاتح داك تمام اللي بيصبط شغل الفطر نفسه جماعة وديت حاجة متخصص فيها النحاص وحتى البكتيريا برضو تمام بيوقفها تمام ولكن إذا كانت الظروف أقوى أو الظروف امتدت لفترة كبيرة طبعا النحاص الواحدة ما بيقدرش يسيطر فإذا حصلت الإصابة طبعا بترش الموبيدات أو المادتين الفعالتين دول وأتلاقيهم موجودين في أكتر موبيد وأكتر من شركة في مصر بتشتغل على دول وزي ما قلت لحضرتك برضو إياك إياك إطلاقا إياك إطلاقا في يوم من الأيام تمسكلي على اسم الموبيد دائما بحبش اسم الموبيد احفظ المادة الفعالة على فكرة حتى المزارعين العاديين بسم الله ما شاء الله أزكية جدا وخفظين وفي ناس والله بتنقشنا ونقشة جدا كويسة جدا يعني تمام هذه الرشاة بتاعتنا في الستين يوم الأولينتين أو الخمسة وخمسين يوم بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا